نحن بقى فيه ايام حر والصيف خلاص شرفنا ونورنا وقاعد معنا شوية فيمكن البعض هيختلفوا البعض هيتفق ان فصل الصيف ده محبب للكثيرين منهم الاستاذ الرضو ايوا جدا قوي بصراحة انا حيض ايض رأي فيه الصيف على البحر الصيف على البحر حاجة تانية عايز بحر عايز بالكون عايز جو حلو كده ولكن يعني مع ارتفاع بقى درجات الحرارة دي الناس كتيرة بتعاني طبعا من الجو والرطوبة والحر ولكن كمان بتعاني من ظهور حشرات الصيف واللي احيانا ست البيت بتيقس يأس شديد جدا من كمية الطرق المختلفة اللي هي بتحاول ان هي تستخدمها علشان تتخلص منها من غير ما يبقى هناك فايدة من كل هذه المحاولات عشان كده النهاردة هنحاول نعرف مع حضراتكم ازاي ان احنا ممكن نتخلص من حشرات الصيف وايه هي الطرق الطبيعية وكمان تكون طرق امنة جدا اللي تخلينا نمنع وصولها لبيوتنا من الاساس هنعرف دعما حضراتكم من دفنة اللي نورنا على التليفون دكتور محمد فنيم استاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية دكتور مساء الخير مساء الخير يا دكتور دكتور محمد واضح ان دكتور دكتور محمد حيك سمعنا؟ يعني هنكلم طبعا دكتور محمد فهيم وهيكون معنا بس الحقيقة جاسي يعني حشرات الصيف دي فعلا حقيقي مزعجة جدا جدا وللأسف انه فعلا بعض الناس بتلاقي صعوبة في التخلص منها بالتأكيد بس انا اعتقد كمان ان احنا بنرتكب بعض من الاخطاء اللي احنا مش عارفين هي خطأ مثلا في طريقة تخزين الاكل فيه ممكن التهوية فيه يعني فيه حاجات معينة اكيد احنا برضو بنعملها غلط بالتأكيد فيعني ضروري ان احنا برضو نحاول نكون عندنا معلومات مؤسقة من دكتور محمد فهيم استاذ تغيرات المناخية بمركز البحوثة الزراعية دكتور محمد مساء النور مساء النور يا فندي مساء جاسمي أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك يا دكتور يعني موضوع الحقيقة بيزعجنا كلنا وبيقرقنا كلنا الحشرات اللي دايما بتظهر مع ارتفاع درجات الحرارة فكوننا عايزين نعرف من حضرتك هو ارتفاع درجات الحرارة بيكون هو السبب في ظهور الحشرات دي ولا احنا فعلا فيه أخطاء بنرتكبها واحنا مش عارفين ممكن تتسبب أكتر فيه انه الحشرات دي تبقى موجودة لا هو العامل الأولان هو الصحيح بالعكس يعني ان اصلا الاجراءات النظافة العامة بقت المنازل أكتر بكير جدا من الأول يعني الاهتمام الناس وحصوهم على النظافة العامة حتى على مستوى الشوالع كمان فهو أكتر من الأول ده المشكلة الكبيرة في المناخ المناخ أصبح أكثر مناسبة للتكاثر الكبير للحشرات الحشرات دي حشرات صيفية سواء زباب منزلي نمل أو سرصير أو بعود اللي هو النموس كل دي حشرات في الأصل الصيفية يعني هي لاتتحمل البرودة فبالتالي خلاص طالما فصل الصيف جاه والرطوبة هتبتدي تطلع هتبتدي تتكاثر هلوك بتكلمي على أن التكاثر بيكون سريع جدا ده دي يعني فترة حياة كل حشر منه أيام أول مشكلة كلها في الزيادة الكبيرة في درجات الحرارة والطاقة الحرارية بالتحديد وفي الرطوبة العالية ده بيسبب أن يبقى فيه تكاثر كبير فالحالة دي يبقى الممارسات اللي بنعملها الطبيعية في فصل الشتاء لن تصلح في فصل الصيف موضوع تخفيف الإضاءة قدر الإمكان بالنهار في كل مكان في البيت ده مهم كده لازم نخفف الإضاءة وخاصة الفترة بتاعة آخر النهار الفترة بتاعة دخول الليل دي تخفيف الإضاءة النقطة التانية يكون عندي مركبات طبيعية طبعا عشان أطفال وغيره زي زيت اللفاندر وزيد النعناع والرحان والأمور دي كلها والخل طب دي 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 معلومة مهمة يا دكتور ياريت حياتك يعني برضو تشرح لنا أكتر لأن أسهل حاجة أحنا نمعملها أن احنا بداية نستخدم المبيدات الحشرية لا 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 ما ينفعش نستخدم مبيدات حشرية لأن حياتك نستخدم بقى الزيوت دي اللي زي ما قلت حركة اللفاندر أو النعناع أو اللمون أو الخل المخفف أو الريحان أرشها في الجو ولا في الفاندر؟ لا لا أنا ببلل سفينجا وبمسح كل الأماكن اللي بحيث إن بيجي عليها رطوبة بمسح مداخل الشبابيك بمسح مداخل البيبان الحاجات دي كلها بمسحها بتعمل ريحة نفذة منها في نفس الوقت ريحة عطرية ومنها بتعمل عملية الإرعاد مكافحة الحشرات دي بحاجتين الحاجة اسمها الإرعاد أو القطل القطل بالموبيدات الموبيدات دي في حد ذاتها أو إقراس أو كله بيبقى لها أثار جانبية هي مش مدرة زي حتى الموبيدات الموجودة حاليا دلوقتي موبيدات الصحة العامة وغيره غير زمانة تماماً ولكن أنا أحافظ أكثر طالما عندي مديل حتى لو أغلس لنا بسيطة واستخدم مركبات طبيعية أعمل عملية الإرعاد أنا مش عاوز أكثر بس مش عاوز أن يخش في المكان اللي أنا قاعد فيه فده نقطة مهمة جداً موضوع موضوع إن أنا أتيب مية كتير في أماكن الحمامات أو المطابخ أو الكلام ده دائماً فيه تكتيش أول بول لأن المية دي هتعمل رتوبة عالية في المكان فالرتوبة عالية بتجذب الحشرات فده نقطة مهمة جداً أن الناس تخلي بالها سؤال أنا عايز أسأله حياتك الأسطح مثلاً في المطابخ كلنا بنحط حاجات مختلفة سواء سكرية سواء حتى عيش حتى لو كان في الطبق اللي إحنا بنحط فيه العيش في كثير من الأحيان بنلاقي برضو نمل وصل للمنطقة دي أي بقايا طعام معرضة ومكشوفة هتجذب الحشرات دي سواء نمل ومكشوفة حتى وهي مش مكشوفة دكتور محمد لا لا لو مش مكشوفة هتجي إزاي؟ يعني مش يجيوا عالشم يعني في المحازين جيين يتغذلوا وجيين يشموا اهم فدي نقطة مهمة ممتن معين بلغتوباتة مثلاً ومقفولة بالكوبر بتاعها بس مش محكم قوي ممكن لا لازم نكون محكم لازم يكون محكم محكم خلاص أن يعني حتى لو في رايحة وجعلة يعني الرائحة خلاص مفيش مشكلة مثلاً يعني انت لما محكم ومفيش مصدر لها خلاص أنا منعت عنها التخزيها يعني مناعة عندنا خط إمداد مهم إنها تتغذى وتستوطن المكان اللي إحنا عاديم فيه بس أحيانا دكتور بنلاقيه على الحوائط مثلا النمل مثلا ده على الحوائط ده جاي من مكان تاني وده عامل المكان اللي إنت فيه خط سير أو عامله طريق فبتخدم الخل المخفف في مسح مسح الخط اللي هو ماشي فيه مش يمشي فيه تاني أو مش يجي تاني هل المركبات الطبعية دي دكتور بتبقى فعالة يعني في قصة الإبعاد ده سأل مهم فعالة مع الإجراءات الأخرى ما استخدمهاش وسيب الدينة بيضة وارجع أقول والله ده العدد لا كل الإجراءات مع بعض الحالة دي بتكون فعالة أما لو يعني فيه رتوبة عالية وفيه بقايا أكل وفيه غير فغير مش هتعمل حاجة طب فعالة يعني بستخدمها كم مرة في اليوم ما سنة يا دفتر زي هو اللي بنتضع يعني لازم القبل قبل الغروب ده أهم حاجة يعني قبل آخر النهار ده النقطة مهمة طبعا بالنهار لو مرة بتاع مش هتخدمها أول بول ما طول ما لها أثر ولا رحة موجودة خلاص بس أهم حاجة قبل الغروب دي ما قال قبل الغروب ده بيبتد يخش البعود هل فيه حشرات عندها مقاومة أكتر عن حشرات تانية؟ أه طبعا يعني النمل والتراصيل دول أكتر الحشرات مقاومة للمواد الكيموية وهي للمفيدات البعود أضعفهم الزباب المنزلي عنيد الزباب المنزلي معروف له عنيد ولكن زي ما قلت حضرتك الإبعاد هو أفضل وسيلة وهي وسيلة صحية ومحافظة على البيئة وفي نفس الوقت مش هتدخنف متاهات الرش وكلام ده أيوة هل يا دكتور فيه مركبات بعنها مثلا ممكن تجيب نتيجة مع نوع من الحشرات غير التانية يعني أقدر استخدم حاجة مع النمل حاجة مع الزباب الزباب والبعود الزيوت الطيارة أو العطرية الطيارة بتقوم بالغرض بحكم أن السراصير أو النمل دول حشرات أرضية مش طائرة ما بيمشيش معهم ده غير لما يكون فيه تركيز أكبر في الأماكن اللي أنا بتعامل بيها فبعمل تركيزات أكبر منها والخل المخفف بيكون أفضل للنمل أفضل بكثير للنمل يعني النمل يجيبه خل المخفف جامد جدا أفضل من أفضل من أي حاجة تانية الزيوت الطيارة لباقي الحشرات الطائرة بالتحديد طب البراغيت والباقي لا ما فيش براغيت المفروض أنه كنتش فيه براغيت وباقي لا نفترض أنه فيه نتعمل معهل زي نفترض أنه فيه نفترض أنه فيه بقى فيه مشكل كبيرة مع احترامي يعني يبقى فيه مشكل كبيرة قوي موجودة ففي الحالة لها استخدم باقي الرشو والبتاع يعني المفروض اللي فيه الحشرات دول بالذات ما 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 اسمحش إنه مستوطنوا يعني نخلي بالنا من المكوى أول ما تيجي المكوى من برا يعني أول ما تيجي المكوى من برا يعني أول ما تيجي مع احترامي مكوى تختالب بحاجات وما جيفش الموضوع عندي بالبتجازات لو فيه ناس لسه بيستخدوم عندي بالبتجاز لازم يقعد أروش الأنبوبة من من الاعرف عادة من ساحة عشان فيد السراصير. بيد السراصير بيتنقل بقى نبيب البتجاز. ياه. طبعا خلي بالك البيض مش الحشرات الكاملة. البيض بيتنقل ودي اكبر مصدر لنقل السراصير من بيت لك ثاني. ده السراصير حياتك بتكلم على السراصير. لا السراصير بس. اه اوكي. تمام. هم يعني ده الانبوبة بتبقى مجال خصب لنقل البيض بتاع السراصير. ازاق. معلومة مهمة. اه مهمة جدا فعلا. دكتور في ناس بتقول ان من استخدام اللمون مع القرنفل ده ممكن يكون وسيلة برضي. ما لا لا نسأل. ما هو القرنفل والليمون والكلام ده كل من زيوت السيارة او العطلية ده نسأل عليها. ام. طب الادوار الارضية يا دكتور محمد اكتر ادوار بتبقى معرضة لهجوم المعنى مختلفة من من الحشرات. اه هل في اي طرق اخرى اه مفروض الادوار الارضية يستعينوا بيها علشان يمنع دخول الحشرات. تلك المعنى. تلك المعنى الحشرات المعنى تلك الديقة. اه. ام. ده ده البند رقم واحد. بالاساسي. ايه. امتا دكتور هنبدأ يعني نحس ان الحشرات دي خلاص ظهورها بدأ يقل يعني مع نهاية فصل الصيف ولا ممكن قبل كده بشوية. لا على طول لا على طول ده ده اربح شهور كده ولا حاجة بشوية. ما دايما بيكلموا ان فيه انواع معينة من النباتات يا دكتور محمد ممكن هي تساعد على ابعاد الحشرات. اه. 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 انواع هدي النباتات واساميها ايه بحيس ان اهضا احنا. النيم النيم. والنيم. والنيم. النيم. النيم. ما. اسم النيم ده بيبعد البعود. والرحان والرحان والنيم. والرحان والنعنى. نوعاً لا نتمنى أننا إن شاء الله نقضي على الحشرات أو نبعدها زي ما حضرتك قلت كده لأن حقيقة تبقى مزعجة لنا كلنا نحن بنشكر حضرتك جداً على وجودك معنا دكتور محمد فهيم أستاذة غيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية شكراً يا دكتور نزرع نيم ونزرع ريحان ونعناع بالضبط كده